المغر سياحة، وجهة أوروبية عريقة تستحق الزيارة قلع أثرية مدهشة، شوارع عتيقة، حدائق باهرة الجمال مع إطلالات رائعة على أجمل أنهار أوروبا في هذا الفيديو سنتعرف على أولا أجمل ست وجهات سياحية تستحق الزيارة في المغر ثانيا أهم المعلومات لتخطط لرحلتك مثل الفنادق، المطاعم، التكاليف وغيرها أولا أجمل الوجهات ستة بودابست تعد بودابست واحدة من أكثر المدن السياحية شعبية في أوروبا حيث تجذب الزوار بمعالمها السياحية الفريدة وثقافتها النابضة بالحياة يمكنك التجاول في الأحياء التاريخية في بودابست حيث تضم بودابست العديد من الأحياء التاريخية الجميلة مثل حي القلعة يمكن للزوار الاستمتاع هناك بالمشي في الشوارع الضيقة والاستمتاع بالأسواق المحلية والمطاعم اللذيذة ومتاجر الهدايا من أجمل الأماكن التي يمكنك زيارتها في بودابست حديقة كارولي حيث تضم الحديقة المنتزهات الخضراء والأماكن الترفيهية ويمكن للزوار الاستمتاع بالمشي في الشوارع الضيقة والاسترخاء في الهواء النقي لا تفوت مشاهدة فيديو السياحة في بودابست في قناتنا والرابط في الوصف خمسة سوبرون تتميز سوبرون بشوارعها الجميلة والمنتزهات والحدائق الخضراء التي تطفي جوا مميزا وروحا هادئة على المدينة تعد الشوارع في سوبرون من أبرز سمات المدينة حيث تتميز بتصميمها الجميل والمعمار التقليدي يعد المشي في شوارع سوبرون تجربة رائعة حيث يمكن للزوار استكشاف المتاجر والمقاهي والمطاعم الرائعة التي تمتاز بالأجواء الدافئة والضيافة الحارة بالجانب الشوارع يمكن للزوار التجول في ساحات المدينة الساحرة والاستمتاع بالمعالم السياحية التاريخية والثقافية تتميز سوبرون أيضا بوجود منتزهات وحدائق خضراء جميلة توفر مساحات للترفيه والاسترخاء إنها المكان المثالي للاستمتاع بالماشي واستكشاف المعالم السياحية والاسترخاء في مساحات خضراء ساحرة أربع سيجد سيجد تعد واحدة من أكبر المدن في المجر تشتهر بكونها مركزا للثقافة والفنون والعلوم وتضم العديد من المواقع السياحية الشهيرة والأنشطة الممتعة التي يمكن القيام بها تتميز المدينة بوجود الكثير من النوافير في شوارعها العريقة كما أن للمدينة إطلالة رائعة على النهر وننصحكم بأخذ نزهة بالمراكب لتشاهدوا المدينة من منظور مختلف ستقابل الكثير من القلع القديمة والشوارع الأثرية لا تفوت زيارة حديقة الظهور في سيجد والتي تضم المساحات الخضراء الجميلة والأشجار والزهور كما توفر الحديقة مناطق جلوس مريحة وأماكن للتنزه والاسترخاء ادعمنا بلايك إذا وجدت في الفيديو ما يفيدك ثلاثة بيكس العاصمة الثقافية للمقر وبها مجموعة من القلع القديمة والشوارع التاريخية منازل المدينة القديمة بتصميمها العريق تجعل من التنزه في شوارع بيكس نزهة لا تنسى يمكنك زيارة قصر باتوري وهو واحد من أهم المعالم السياحية في بيكس ويضم القصر العديد من المعروضات الثقافية والتاريخية لا تفوت زيارة حديقة الحيوان في بيكس حيث يوجد بها العديد من الحيوانات المختلفة وتوفر العديد من الفعاليات والعروض الترفيهية للزوار وهي مكان مثالي للعائلات يمكن للزوار الاستمتاع بالمزيد من الأنشطة مثل التسوق في الشوارع التجارية والأسواق المحلية والاستمتاع بالمأكلات التقليدية الشهية في المطاعم والكافهات المحلية إثنان ديبريسين هي الثاني أكبر مدينة في المغر وتعد واحدة من أهم المدن السياحية في البلاد وتتميز بمجموعة متنوعة من الأنشطة والمعالم السياحية من أجمل الأماكن التي يمكنك زيارتها في ديبريسين حديقة بوليني حيث تضم العديد من النباتات النادرة والمتنوعة من جميع أنحاء العالم كما يمكن للزوار الاستمتاع بالمناظر الخلابة والتمتع بالهدوء والراحة المدينة بها مجموعة من الأماكن الأثرية لا تفوت زيارة ساحة كوسوث حيث مجموعة من أفضل المطاعم والكافهات حول الساحة وهي من أقدم الأماكن كما أن الشوارع المؤدية إلى الساحة بها محلات لبيع الهدايا التذكارية ادعمنا بلايك إذا وجدت في الفيديو ما يفيدك 1- إسترغوم إسترغوم هي مدينة تقع في شمال المغر على الحدود مع سلوفاكيا كانت المدينة في الماضي أعاصمة المغر من أفضل الأماكن التي يمكن زيارتها قلعة إسترغوم وتقع على تلة فوق نهر الدانوب وتتميز بمناظرها الخلابة والإطلالة الرائعة كما تضم القلعة العديدة من القطع الأثرية النادرة تضم إسترغوم العديدة أيضا من الحدائق الجميلة والمتنوعة مثل حديقة النباتات النادرة وحديقة الأزهار توفر حضائق إسترغوم مساحات خضراء واسعة ومناظر خلابة لنهر الدانوب شارك الفيديو مع من ستسافر إلى المغر معه ثانيا أهم المعلومات عن المغر 1- ما هو متوسط أسعار مطاعم المغر تتراوح أسعار المطاعم المحلية في المغر من خمسة إلى عشرة دولارات أما المطاعم السريعة فتتراوح أسعارها من ثلاثة إلى سبعة دولارات المطاعم الفاخرة تبدأ من أربعين دولار 2- ما هو التقص المغر المغر بلد في وسط أوروبا يتمتع بمناخ قاري معتدل الشتاء بارد وجاف والصيف حار ورطب متوسط درجة الحرارة هو سالب 2 درجة مئوية في يناير و22 درجة مئوية في يوليو 3- ما هو أفضل وقت للسفر إلى المغر أفضل وقت للسفر إلى المغر هو في الربيع من مارس إلى مايو أو الخريف من سبتمبر إلى نوفمبر في هذه الأوقات من العام تكون درجات الحرارة معتدلة والجو لطيف مما يجعله مثاليا لاستكشاف المعالم السياحية والمشاركة في الأنشطة الخارجية 4- ما هو متوسط أسعار فنادق المغر الفنادق النجمة الواحدة في المغر تتراوح أسعارها بين 30 و 70 دولار أما الفنادق النجمتان فتكون بين 50 و 120 دولار للليلة الواحدة بالنسبة للفنادق الثلاث نجوم فتتراوح بين 70 و 200 دولار الفنادق الخمس نجوم بين 150 و 500 دولار للليلة الواحدة 5- كم يوما كافيا للسياحة في المغر يمكن للزائرين الاستمتاع بزيارة المغر لمدة 5 إلى 7 أيام 6- هل السياحة في المغر غالية؟ السياحة في المغر ليست غالية ويمكن الاستمتاع بالعديد من الأنشطة والمعالم السياحية بأسعار معقولة متوسط المصاريف اليومية للفرد من 100 دولار لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد ترجمة نانسي قنقر